بس أنا بس أنا عندي معلومة تانية إن المجلس ضاية ناتزة ملك متواصل مع اللعب وإن قالوله إن إحنا هنسدد الاتزامات اللي ليه في خلال أيام وإن اللعب هيعوده أنا عارف أنا عارف المعلومة دي بس أنا بقولك إن من حق اللعب إنه خلاص يعني حاليا إن هو ممكن يمضي في أي حتة ويفسخ عقده مع ناتزة ملك بسبب الإنذارين والإنذار التالت عدى داخل عليه يعني الإنذار التاني خلاص خلاص فمن حق إنه هو يبعد إنذار تالتة كابتن إشام ويفسخ عقده دلوقتي إن المجلس ضرب هيبنده في خلال 48 ساعة لأنه عنده عارض إماراتي و88 ساعة وأعتقد إن الكد هيتم غلقه في الإمارات فبالتالي هو مش هيكون قدامه فيه إن هو إما يمي وقع إما يعود تاني إنه عاد الزمال حلو أوي يبقى إنت عندك دلوقتي الزمالك أو فرط الزمالك محتاجة على الأقل خالص كابتن أحمد تلت صفاقات فرود وده أمر مهم جداً جناح وده أمر مهم جداً شمال مع سردباك من السردباكات ممكن بقى أنت توفق موضوع الديفندر اللي إنت محتاجه اللي فيه ما بعد اللي هو الترانسفير بتاع الصيف قصدي إمني الكلام ده إن إنت خلص الأول الثلاث ملفات اللي عندك بتعكرها دلوقتي وبعد كده فكر في خلال بعد ما تقفل القيد يوم 12 وبعد ما تخش على ماتش السوبر خلص ماتش السوبر ابتدي بقى تكلم مع عزيزو تكون إنت شمت نفسك شوية تكون إنت جمعت خد بالك دلوقتي فيه تجميع فلوس لناد الزمالك بتاع إيه بتاع الاشتراكات ده الرقم مش قليل وفي زحمة كبيرة جداً دلوقتي الحمد لله والمجلس عامل غرامات على التأخير فهيبتدي الناس تروح عشان تسدد الاشتراكات ودي هتجمع رقم كبير زائد طبعاً إن أنا أعتقد وإنت عارف كابتن أحمد الكلام ده كويس وعندك معلومة بيه إن فيه مساعدات من رجال أعمال هيساعدوا في موضوع زيزو هيساعدوا في الصفقات فممكن الأمور دي كلها تتحل فيما هو قادم وأنا قردت ويتا باين أو سمعت معلومة مش عارف متأكد منها ولا مش متأكد إن أحد رجال أعمال متكفل بحوالي 40% من قيمة عقد زيزو فده برضه هيوفر على النادي مبلغ كبير جداً وهيساعد فيه فإن زيزو يجدد بعد الترانسفير أعتقد الأمور هتبقى سهلة جداً